أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتنوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وذع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهدا وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبجر الله لكم آياته لعلكم تهددون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الموكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض أجوه وتسود أجوه فأما الذين سودت أجوه هما كافرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت أجوه هم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نطلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الموكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم لا أذى وإن يقاتلكم يألوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف أنهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فليكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك صحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم نظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا ودوا ما عنثتم قد بنت المغضاء من أفواههم ما تكفي سدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تاقلون ها أنتم أولئك تحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الألام لمن الغيد قل موتوا بغيدكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يذركم كيدكم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذا غذوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعدا للكتال والله سميع عليم إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببضر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا امددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز العكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرمى ضعفا مضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيد والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفلوا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنع فسيروا في اللغة فانظروا كيف كان عاكبة المكذبين هذا بيان للناس يهدى وموعية للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ندعفلها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين ولما حص الله الذين آمنوا ويمهق الكافرين أم حسبت من تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنذرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تأو قتلا قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على قميك فلن يدر الله شيئا وسيجنز الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل ما يحربيون كثير فما وغنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفلنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاكم الله ثواب الدنيا وحثن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ويردوكم على آقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم نزل بك سلطانا ومأواهم النار وبإنس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذني حتى إذا فشلتم وتنازاتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم لا تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذا تسعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأفابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما صابكم الله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يذنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم ما في صدوركم ولمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصيرا ولئن قتلتم في سبيل الله يومتم لما غفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم وقتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو فضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاغرهم في الأم فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي لن يغل ومن يغل لأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن التبارد عن الله كمن باء بسخة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير لما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذا بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت من هذا قل هو من عند أنفسكم من الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعاني فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين رافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أفيد فعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقربوا منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهما قادوا وطاعون ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله يموتى بل أحياء عند ربكم يرزقون فرحين بما آتاكم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم لاحقوا بكم من خلفكم ألا يخافون عليكم ولا يكم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرى المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهما اتقوا وجل العظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاكشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوكم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريدوا الله أن لا يجعل لكم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشترأوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لكم خير لأنفسهم إنما نملي لكم لأزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليك حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلاكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين أبخلون بما آتاكم الله منه فاذلقيه وخيرا لكم بل هو شر لكم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقر وانهن أغنيا سنكتب ما قالوا وقتلكم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحديقة ذلك بما قدم غيركم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسولنا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبجنات وبالذين قلتم فلما قتلتموكم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبجنات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة للموت وإنما توفرن عجوركم يوم القيامة فمن زحزيح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره ويشتروا بك فمن قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين أفرحون بماءة ويحبون إن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واخلاف الليل والنهار لآيات الليل الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد قزيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي أينا بيل الإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن ناسي آتنا وتوفنا مع الأمرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب له ربكم أني لا أذيع أمل عوامل منكم من ذكرنا أوثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ذيادكم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنكم سيئاتك ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عندكم حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم رأواكم جهنم وبإنس المهاد لكن الذين اتقوا ربكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجركم يعيد ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلعون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن انقفتم لا تقصطوا في اليتاما فاكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ربا فإن انقفتم لا تعدلوا فواحدة نوما ملكتي معلكم ذلك أذناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فين طيبنا لكم عن شيء منك نفسا فقلوه هنيئا مريئا ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن أعنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبر ومن كان غنيا فليستعفف من كان فقيرا فليأكل بالمعرو فإذا دفعتم إليه ابن أموالهم فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسم تول القرب واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفكم ذرية ذعافا خافوا عليهم فلاتقوا الله وليخولوا قولا سبيلا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد لوسائين فإن كنا نساء فوق صمتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وليأبويه لكل واحد منهما الصدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواغ فلأمك الثلث فإن كان له إخوة فلأمك الثلث من بعد وسية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نسو ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وسية يوصين بها أودين ولهن الربو مما تركتم إن لم يكن لكم ولدا فإن كان لكم ولد فلهن ثمر مما تركتم من بعض وصية توصون بها أودين وإن كان الرجل يورط كلالة أو مرأة وله أخو أخت فلكل واحد منهما الصدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلس من بعض وصية يوصى بها أودين غير مضار وصية من الله الله عليم حليم تلك حدود الله ومن يتع الله ورسوله إذ خلق جنات تجريم تحتك لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده إذ خلق نارا خالدا فيها وله عذاب مهيلة والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتغفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبط الآن وللذين موتونهم كفار أولئك أعنتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فساء تقرقوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم حداهن قطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعد وأخذنا منكم ميثاقا غليدا ولا تنكح ما نكح آباؤكم إلى النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حزنة عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم